أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو أعلنت إدراج دير القديس هيلاريون في غزة على قائمة التراث العالمية يأتي هدف ما أوضح مدير التراث العالمية إيلوندو لازاري أن طلب صدر عن فلسطين والتي تعتبر اللجوء إلى اليونسكو الملاد الوحيد لحمات الموقع من الضمار في الظروف الحالية في ظل العدوان الإسرائيلي على قطع غزة اشتركوا في القناة